يستمر المحققون اليوم في مصر بتحليل الصندوقين الأسودين لطائرة الأيرباس الروسية التي تحطمت فوق سيناء يوم السبت من دون أن يتضح بعد ما إذا كانت الكارثة نتاجات عن مجرد حادث أو عن اعتداء المزيد عن آخر مسجدات حادث سقوط الطائرة الروسية في السيقادة التقرير جدل شديد يدور بين موسكو والقاهرة حول أسباب سقوط الطائرة الروسية في صحراء سيناء فقد صرح الكريميلين بأنه لا يمكن استبعاد أي فرضية في التحقيق ومنها العمل الإرهابي بينما قال مصدر مصري في لجنة التحقيق أن الطائرة لم تكن هدفا لهجوم خارجي إذ أن قائدها لم يصدر أي إشارات استغاثة قبل اختفائها من شاشات الرادار وفي آخر مستجدات حادث سقوط الطائرة الروسية نشرت شبكة السي بي اس التلفزيونية الأمريكية تحقيقات جديدة تفيد بأن قمرا صناعيا أمريكيا استشعر بحدوث وميض حراري في سماء سيناء وقت تحطم الطائرة الروسية وأوضح خبراء أن الوميض الحراري يمكن أن يرتبط بعدة احتمالات منها إطلاق صاروخ أو انفجار قنبلة أو انفجار محرك بسبب عطل أو اندلاع حريق أو استضام حطام بالأرض وأكد الخبراء أن عدد الومضات الحرارية مهم جدا للمساعدة في تحديد ما حدث وأن رصد وميض واحد قد يقلل من احتمال إطلاق صاروخ ويزيد من احتمال انفجار في الطائرة قد يكون ناجما عن أي سبب أعمال الكشف عن أسباب تحطم الطائرة الروسية مستمرة والجميع ينتظرون ما سوف يكشف عنه الصندوقان الأسودان للطائرة الروسية اللذان يسجلان البيانات الفنية للرحلة والمحادثات التي دارت في قمرة القيادة واتصالاتها مع برج المراقبة وموقع الطائرة خلال رحلتها